اهلا بحضراتكو سايكولوجية المتجرة وشيطان التداول طبعا انا كنت احكيت لكم عن تجربة احنا مرينا بيها مسبقا مع احد الاصدقاء صديق عزيز جدا لديه بيشتغل سوق فوركس ما بيشتغلش شركات تمويل هو غير مقتنع بشركات تمويل وعاوز يشتغل سوق فوركس لكن النفسية الخاصة بيه مش متزبطة خالص طيب فقلنا نعمل حساب صغير بثلث بيت دولار ونشتغل وقلت له انا همسكلك اتجاه زوج عملة يوصل الثلث بيت دولار دولة لو انت اشتغلت بطريقة صحيحة يوصلهم لثلاث تلاف دولار وجيت حللت الدولار فرانك وقلت له على فكرة هذه الشمعة هي شمعة شرائية الشمعة ديت تمام قلت له والله تقدر تشتري بالقرب من تمن تلاف وتلتمية تمام من تمن تلاف وتلتمية ديت هي منطية شراء من تمن تلاف وتلتمية حتى تمن تلاف وخمسمية بس طبعا مش هتشتري يعني عند تمن تلاف وخمسمية تمام هذه تمن تلاف وتلتمية ايه حددناها متحددتش مش مش مشكلة نحددها تالي ايه تمن تلاف وتلتمية وهنا التمن تلاف وخمسمية وطبعا طالما هو اسفل التمن تلاف وخمسمية لا ينصح بشراءه تستنى بقى تنتظر شمعة ارتدادية تمام على اي مستوى زماني تمام دي بنسميها منطقة شرائية تمام وقلت له التارجت ان هو هيصل من تسعة تلاف الى تسعة تلاف ومتين ويمكن احنا اتكلمنا لما كان بتمن تلاف وتلتمية قلنا اللي هو هيصل ان شاء الله من تسعة تلاف الى تسعة تلاف ومتين هو هتلاقي الشمعة ديت ايه كانت حققت التارجت تسعة تلاف ومتين واربعة وعشرين تمام فأسرا فكون ان حد يقولك على عدد نقاط بهذا الشكل ويتركك لادارة الصفقات ده انت كده معاك كنز واحد بيقولك من تمن تلاف وتلتمية لتسعة تلاف ومتين او من تمانية خمسمية لتسعة تلاف فانت معاك اتلست كده معاك خمس ومت نقط تمام تعمل بقى النقطة بدولار نقطة باتنين دولار نقطة بتلاتة دولار ايا كان نص دولار ايا كان تمام المهم ازاي هتدير هذه الصفقة للاسف الشديد لم يتم تدريس هذا المنهج في مدارسنا مدارس التداول المختلفة لم نتعلمها في الكتب لم نتلقاها في الدورات المختلفة ممكن اقولك الف صفقة نجحة لكن هل هتنجح هل انت هتعملها ودي عملناها كتير مع الناس في الجروبات الخاصة بالتوصيات اقول له التوصية اقول له انا واثك من التوصية بس انت مش تعف تنفزها ايه الحكاية شيطان التداول هيتدخل يعني صديقي ده لما اخذ التوصية من 8400 8400 مثلا 370 هو عمال الراجل بيشتري ولما هبط معاه ل8332 كان على طول مارجن كول على طول واعد يقول لا مع انه لم يصل الى 8300 اللي احنا قلنا عليها لكن هناك فارق كبير جدا ما بين التحليل والتنفيذ ممكن تكون محلل شاطر جدا تمام لكن مش قادر تنفذ صفقاتك على النحو الذي يجب ان يكون ليه ممكن شيطان التداول يجي لك ويقول لك اعمل صفقات بزيادة رغم ان انا اقول لك لحاجة برضو تجربة احنا عملناها بالامس يعني اودعت حاجة بسيطة جدا في سوق الفوركس وقلت الله هو انا لو اودعت مثلا سبعين دولار تمام اقدر اعمل نسبة قد ايه نسبة قد ايه يعني انا عملت حساب صغير جدا او سبعين دولار فانا في يوم هاقدر اعمل قد ايه فطبعا اول ما اشتغلت السبعين دولار بقوا ستين دولار فقلت يا انهارا بيض ده شكلهم كده ايه مش هيلحقوا يعني ايه ساعة وخلاص لانيه يعني مبلغ بسيط جدا للمتاجر متعبش تشتغل بيه فقلت مش مشكلة اخد صفقة اتجاهية واشوف الدنيا ايه طبعا المبلغ البسيط ده بيخليك تقدر تخاطر لانه كده كده مش فارق معاك طالما المبلغ مش فارق معاك رأس المال مش فارق معاك هتعرف تعمل شغل اما انك تخسره كله او تربح ارباح فلاكية تمام وفعلا فجأت بعد تريبا تداول تمن ساعات فجأت بالحساب اللي هو سبعين دولار وصل لمية واربعين دولار مية واربعين دولار فايه ده انا عملت مئة بالمئة في يوم واحد طب ايه انت فاهم يعني عادت افكر طب انا طالما انا بعرف اعمل مئة بالمئة في يوم واحد ده انا كده مسكت كنز كبير جد وبدأت افتح حاسبة الفوركس المركبة ديت واقعد بقى في احلامي اضغاص واحلام اقول انا الرصيد المبدائية هو مية دولار فانا عاوز اتنين وخمسين اسبوع سنة كاملة وكل اسبوع مش كل يوم بقى انا قلتلك يوم عملت مئة بالمئة لا انا كل اسبوع عاوز اعمل عشرين بالمئة كام فهاصل الى كام مليون تلتمية وعشرة وربعمية تلتة وستين ايه ده معقولا لو عملت كده اصل الى مليون دولار فحاسبة الفوركس المركبة دي حاجة صعبة جدا تخليك انت عقلك عمال يشتغل هلا اقدر ولا ما اقدرش ولو اقدر طب ما انا ممكن اعمل اكتر من حساب فوركس بحيث ان حساب واحد هو اللي يصعد معايا ويصل للمليون 300 يعني ممكن اعمل خمس حسابات ومش مهم اخسر اربع حسابات بس المهم ان في حساب منهم يعني يعدي الاجانب بيعملوا ايه بقى الاجانب بيعملوا اللي هو ممكن يعمل لك 100 دولار وممكن يعمل لك 10 000 دولار وممكن يعمل لك 5000 دولار وال3000 دولار وكل هذا الكلام طبعا كل ما رأس المال يكون كبير اه كويس كويس في حاجة ومش كويس في حاجة تانية كويس ان هو هيعطيك مساحة ان انت بقى تعمل متوسط شرائي يعني يعني مثلا لما بدأت ب70 دولار تعمل متوسط شرائي ايه ده هما كلهم على بعض 70 دولار يعني متكتف متأيد لكن لو انت بدأت مثلا زي بيقولوا ايه بدأت ب1000 دولار بدأت ب2000 دولار لا هتعمل اه هتعمل لكن اول حاجة لازم تعرفها من خلال حاسبة الفوركس المركبة انه لا يوجد استمرارية في سوق الفوركس بدليل احد المتجرين كان بيعمل توصيات هذا الولد كان بيعمل توصيات في سوق الفوركس وكان بيدعي ان هو بيعمل 50% شهريا وبقاله سنوات ضوئية بيعمل النسبة دي كل شهر الراجل بيعمل 50% في سوق الفوركس فانا الحقيقة دخلت عليها الخاص وانا مرضو غلس يعني برضو اتمتع بشيء من الغلاس قلتولي اخي من المنطق احترم عقولنا ازاي انت بتعمل 50% قال لي اه قلتولي طيب انت لو معك 100 دولار افترض ان انت معك 100 دولار هو كان بيعمل التوصيات ديت ب200 دولار 200 دولار والله وداخل معها ناس كتيرة جدا اه بص بقى انا حسبتها لو قلت لو 100 دولار وهو بيعمل 50% صح فانا قلت له انت يكفيك عامين فقط 24 شهر بص هيربح قد ايه اه هتشوف حاجة اه مليون 683 وتلات سنين بقى لو هو عمل المنظومة دي ثلاث سنوات بص هيبقوا كم؟ 218 مليون 416 لو انا بعمل 50% لمدة 36 شهر خلي بالك انا جعلته يبدأ بمئة دولار بما قلتش اه لان الف دي هتبقى بحتة تانية يعني لو هو الف لو بدأ بالف تمام اه ممكن اخلي الفترة ديت ممكن عام ونصف تمام وبص هيوصل لمليون 477 ولو عامين بص هيوصل لكام 16 مليون وطبعا لو 3 اعوام ده انت بتتكلم فيه اه ارقام فلاكية خزعبلية اتنين مليار هل هناك احد في سوق الفوركس صنع ذلك لا ما نتحكش عالناس مفيش الكلام ده في سوق الفوركس طيب حتى اخي لو قولنا ان صاحبنا ده بيعمل 30% تمام 12 مليون دولار هل هناك احد حقق 12 مليون دولار نتيجة لانه يربح 30% دون دون بقى قواعد شركات التمويل وكل هذا الكلام فيش حد عمل الكلام ده يا جماعة هندحك على بعض لا يوجد متاجر سواء عربي او اجنبي فعلى ذلك طب ايه الحكاية الحكاية ان سوق الفوركس لا يوجد فيه استمرارية مهما كنت متاجرا رابحا اه الشهر ده هتربح 30% لكن لا تأتي الشهر المقبل وتقول لي انا عايز اربح 30% ممكن تربح 20% ممكن تربح 10% ممكن تخرج متعادلا ممكن تخرج على خسارة 5% او 300% فهم المهم ان معنى الاستمرارية في سوق الفوركس ان الاجمالي في السنة يكون كويس الاجمالي في السنة يكون كويس البعض بيجعلها كل 3 شهور يعني فيه ناس تعملها كل 3 شهور تمام ويروح داخل مثلا الرصيد الاولي ده يكون 10,000 دولار تمام ويقول لك كل 3 شهور احقق مثلا 50% تمام ويقول لك انا عايز اعمل الكلام ده 10 مرات تمام فتلاقي وصل ل 576 او 20 مر اللي هو 60 شهر 5 سنوات تمام فيوصل ل33 مليون هل بيقدر يوصل لا طول ما الفترة دي بتزيد ما يقدرش يوصل وانا كنت عرضت لي 2 من الانجليز كانوا عاملوا الفكرة دي ل10,000 وعملوها تقريبا ل12 مرة تقريبا حاجة زي كده تقريبا 10 مرة او 12 مرة وصلوا لي المليون 297 وصلوا مليون 300 حاجة زي كده تمام هو عمل فكرة ايه ان انا داخل بال10,000 وعايز اربح 50% في كل مرة فهتلاقي الجدول كده ل10,000 هو عاوز يربح 50% ف15,000 عايز يربح 5000 يبدأ بقى يفكر هيحصل على 5000 دي ازاي تمام عنده طريقين اما طريق صفقات سوين جاية تمام او بريك اوت لا يوجد احد في هذه المنظومة او هنقول عدد قليل لو هناك مئة يستخدم هذه هتلاقي منهم عشرة فقط اللي بيستخدموها اتجاه وتسعين من المئة بيستخدموها بريك اوت تمام يعد المنطقة دي يبقى هاشتري ينزل او يهبط عن هذه المنطقة هبيع في امتل حتة دي وبالتالي يقدر يعمل المنظومة دي يبدأ صاحبنا ده يفكر هحصل على 5000 دولار ازاي طيب قيمة النقطة عندي بيكان مثلا لو انا دخلت بعقد سطندر عقد سطندر مثلا في اليورو دولار او الباون دولار هيبقى بعشرة دولار طب عشرة دولار انا كده محتاج عشان نعمل 5000 محتاج 500 نقطة هل ده منطقي لا غير منطقي زوج العملة ده عشان يتحرك 500 نقطة يعني اليورو دولار ده عشان يتحرك 500 نقطة يعني احنا محتاجين حرب حرب من اوروبا امريكا او لا حاجة مصيبة يعني التحركات العنيفة في اليورو دولار دي صعبة فيبدأ يفكر يبدأ يكون ناشط ما يقدر يدخل زوج عملة غير ناشط وممكن يفكر في المؤشرات وممكن يشتغل في الدهب والغالبية بتتجه للمؤشرات والدهب بحيث ان هي الاسرع سواء في المكسب او الخسارة الدهب والمؤشرات اسرع في المكسب والخسارة على حد سواء فهو بيختار اداة ذاتة مخاطرة عليها دي البداية بحيث اللي هو عاوز يوصل رغم ان هو لو اختار ازواج العملات هيقدر يصل بس هيعمل ايه بدل ما كان هيدخل النقطة بعشرة دولار لا انا هيدخل النقطة بمئة دولار علشان انا محتاج خمسين نقطة خمسين نقطة في مئة دولار اه هي دي الخمس تلاف اللي انا محتاجها هي دي البريك اوت اللي هو يجري خمسين نقطة فانا خلاص عملت الهدف الخاص بي تمام فحكاية انك تعملها بقى اتناشر مرة فانت ممكن تحسبها ان انت محتاج تحصل على خمسين نقطة اتناشر مرة او لو تعملها مخاطرة معقولة متوسطة انت محتاج مئة نقطة اتناشر مرة احنا ليه بنحسبها بالنقاط الميت نقطة بتعطيك مثلا تراجع اكتر من الميت نقطة الخمسين نقطة برضك بتعطيك تراجع اكتر من خمسين نقطة فهل الصفقة اللي انت داخله ديت ضمنها قوي بحيث التي مش تعكس عليك خمسين نقطة او الصفقة دي ضمنها بحيث انها مش تعكس عليك متوسطة لو عكست عليك 70 او شرائي. تمام? فيبقى داخل الصفق. ايه فبالحطة دايتي? يبقى داخل الصفق. اللي هو عاوز هدف آآ مية نقطة. فيدخل بعقد قليل خمسة استندر. آآ وبعد كده لما يهبط روح مزود. اول ما يبدأ يرتد معاه. تمام? وبالتالي بعد مكان محتاج مية نقطة. داحك عالسوق. ولا انا محتاج ستين نقطة بس. محتاج آآ سبعين نقطة فقط. فاهم الحطة ديت? هل المسألة دي تقدر تعملها اتناشر مرة? ده لو انت حسابك عشر تلاف دولار. اغلب العرب وبعض الاجانب او اغلب الاجانب بياخدوها ايه? بياخدوها غير مجزقة. يعني حلمك للوصول للملايين لابد ان يكونها مجزقة. ما ينفعش علي يوسف لا يملك من حطام الدنيا الا مئة دولار. وتلاقيه كده ايه? آآ واضع قدم انا على قدم. وبتكلم كده. بيقول لك انا عايز اوصل للمليون دولار. انت ما عندكش للمية دولار. تتكلم عن المليون دولار. يعني انت عارفوا كم سفر ده ولا? ما مش فاهم هذا. حاجة عجيبة جدا للانسان. يا اخي فكر في الالف دولار الاول. فكر في العشرة الاف دولار. الاحلام حلوة. في الشك. لكن مثل هذه الامور بتعجزك. آآ بتحبطك. ليه? طريق طويل جدا. فلما يكون الطريق طويل جزقه. قول انا عايز اوصل من المية دولار للالف. وبعد كده الالف توصل للخمسة. والخمسة توصل مثلا للعشر. والعشرة توصل للتلاتين. التلاتين توصل للخمسين. الخمسين انت وصل للمية. وهكذا. تلاقي نفسك كده ايه? بتحقق اهدافك واحدة واحدة. تمام? طيب. لما جيت انا حسبتها. قلت والله. الربح العادي في سوق الفوركس. اللي هو الربح اللي انت ممكن تستمر. اللي هو ما يعادل مسلا. هو حسبوها قبل ايه كده قال لك خمسة بالمئة سبعة بالمئة. وفيه ناس قالتك تنيه بالمئة. فانا قلت عشر بالمئة. باعتبار يعني آآ حاجة كده هلامية. تمام? فقلت عشرة بالمئة. فعشرة بالمئة. قلت خلال السنة. لو انا واضع آآ عشرة تلاف دولار. هيعملولي كام? هيعملولي واحد وتلاتين الف تلتمية اربعة وتبنين. خلي بالك انا وضعت كام? عشرة تلاف دولار. واعدت كل شهر اعمل عشرة بالمئة. تمام كده? طيب. آآ خلي بالك بقى من امر خطير جد. انت لو معك عشرة تلاف دولار. وضعتها في شركات التمويل المختلفة. هتصل الى اكتر من هذا المبلغ. ليه? العشرة تلاف دولار دولار اه يشتروا لك مثلا اه عشر حسابات كل حساب بامتين اه الف في افتي ام او. انت متخيل لما يكون معك عشر حسابات? طيب العشر حسابات دولار لو انت معك مثلا عشر حسابات في افتي ام او. وبتشتغلهم. خلي بالك انت لا يجوز لك للشخص الواحد ان هو يكون معاه اكتر من حسابين كل حساب بامتين الف. بس احنا قلنا فكرة الاصدقاء اللي انت ممكن تشتري حسابات باسماءهم واي بي مختلف وصفقات مختلفة. تمام? فانت شفت ان افتي ام او تتمتع بصمعة طيبة في ظلة ظهور الواضح لاغلب الشركات. فانت قلت لا انا افضل بالنسبة لي هم العشر حسابات. اه عشر تلف دولار. بدل ما ادخل فيهم في سوق الفوركس. لا ادخل فيهم في شركات تموت. بس انت عملت ايه? عملت المنظومة الخاصة بيك في سوق الفوركس. قلت اللي انت لو ربحت عشرة بالمائة كل شهر هتصل الى واحد وتلاتين الف. تمام? طبعا في شهر ما بتحققش وفي شهر تعمل عشرين بالمائة وهكذا. المهم اللي انت ايه? هتوصل من تلاتين لخمسين في سوق الفوركس. في سنة. تمام? طيب انا دخلت ايه مسلا ايه شركات التموين. دخلت افتي ام او اشتريت عشر حسابات. فعملت العشرة بالمائة كل شهر. كانت النتيجة ايه? النتيجة ان انا هلاقي نفسي ان انا عديت التقييمات. هافترض مسلا ان انت كده بالطريقة دي بتعد التقييم في شهرين. في شهر ونص كمان. ان افتي امو لا تطلب منك الا خمستاشر بالمائة. هنا افترض انت في شهرين عملت الخمستاشر بالمائة. تمام? يعني عملت عشرة ثم خمسة. عديت التقييم الاول والثاني. واستلامت الحساب المال في الشهر التالت. او خليت شهر التالت ده اجازة. في اكتر من كده ان انت العشرين بالمائة دولار عملتهم في تلات شهور. وبعد كده معاك تسع شهور. كل شهر بتعمل عشرة بالمائة. عشرة بالمائة من حساب اللي هو الميتين الف يعني عشرين الف دولار. فعشرين الف دولار ساعتك هتحصل على كام? ستاشر الف دولار. تمام? ستاشر الف دولار في عشر حسابات بجام بمية وستين الف دولار في الشهر الرابع. مية وستين الف دولار في الشهر الرابع. هل هذا الكلام منطقي? لا. بفيش حد بيعمل الكلام ده. تمام? فيش حد بيحقق آآ في اف تي ام و او كل شهر عشرة بالمائة والكلام ده. بمكن تابل خمسة بالمائة تلاتة بالمائة اربعة بالمائة وهكزا. تمام? فانت بدل ما تحقق في العشر حسابات مية وستين الف خليهم تمانين الف. تمام? فتمانين الف انت معاك بقى زي بابا بيقولوا ايه? آآ تسع اشهر. او يا سيدي خليها ستة اشهر. فهتلاقي المبلغ ايه? مبلغ كبير جدر. انت هتوصل لأكتر من نص مليون دولار بهذه المنظومة. شفت الفرق? انت شغال نفس الشغلانة. فاهم? انت شغال نفس الشغلانة. وبتعمل نفس النسبة. شغال نفس الشغلانة وبتعمل نفس النسبة. هنا بتعمل عشرة بالمائة وهنا بتعمل عشرة بالمائة. ونفس الفلوس اللي دفعتها هنا هي اللي دفعتها هنا. تمام? يبقى انت كده ايه? وكأنه مشروع واحد. انت هو كأنه مشروع واحد. الفرق ان فتي ام او هتفرض عليه قواعد هتلتزم بها. اللي هو حد الخسارة اليومي وحد الخسارة الكلي وكل هذا الكلام. وهتحصل على تمانين بالمائة من الارباح. آآ بينما في سوق الفوريكس انت بقى تقدر تشتغل بطريقة الجلى جلى وتقدر تشتغل كما يحلو لك. وفيش حد هيقولك بتشتغل ازاي. تمام? آآ فالبسألة مجدية اكتر في شركات التمويل. وهو ده اللي خلاني. لأ انا هشتغل سوق فوريكس ليه? طالما الموضوع يعني اكسر اكسر يعني ايه? اكسر ربحية. يعني على طول تدور ايه اللي بيربح معك اكتر? احنا كلنا يا جماعة احنا مش داخلين اسواء المال. آآ يعني اقولك ايه? آآ البعض بيتهمنا يعني يقولك ايه? ده طمعة. يا اخي هو انت داخل اسواء المال ليه? هو انت داخل اسواء المال. عشان تحسن المنظومة الخاصة بيك? ولا عشان تصل للحرية المالية? يعني هتحسن دخلك? ولا عايز تصل للحرية المالية? انا هقولك تجربتي. انا بقولك تجارب دي من ارض الواقع. انا قلت لك انا اشتغلت في سوق الفوريكس سنوات وسنوات. فكان ليه تجربة في سوق الفوريكس ان انا قاعد ارباح آآ يعني ايه? آآ ثلاث سنوات متصل عمال ارباح. كنت واضع الفين دولار وآآ مرة اكسب آآ الف دولار. مرة اكسب آآ خمسمائة دولار. مرة اكسب مش عرف ايه. فكان ايام الدولار بقى في مصر كان ايامها بآآ بسبعة جنيه والكلام ده. فلما تحسبها الف دولار يعني ايه? سبعة تلاف جنيه هيعملولي ايه? فيعني ما عارف لما يكون عندك شعور كده ان انت ما عملتش حاجة. رغم ان انت مكسر الدول. انت عامل خمسين بالمائة. هتعمل لي اكتر من كده. ببالك بقى الشهور اللي انت ممكن تحقق فيها آآ خمسة وعشرين بالمائة. دي نسبة عالية جدا يا جماعة. خمسة وعشرين بالمائة دي خمسون دولار. بس انا بالنسبالي استعمت خمسون دولار مائة وعادل آآ تلات تلاف وخمسمية في وقتها. فهعمل بيهم ايه? يعني كنت تمسك الفلوس كده. اقول ايه? يعني انتو جايين ليه? يعني هعمل بيكو ايه? بس طبعا بتقول الحمد لله. آآ بس ده بيوصلك ان انت مش عاوز تشتغل. ان نفسك مسدود عن الشغل. ليه? العائد غير مرضي. اصبح آآ مبدأ الرضا اصبح غير موجود. الحلم مش موجود. فهعم? طبعا ما مبدأ الرضا مش موجود والحلم مش موجود. هتقل كفاقتك في الشغل. هتلاقي نفسك شغل شغل وخلاص. فلا. ما توصلش لحكاية شغل وخلاص. وخلي بالك للفكرة اللي قلت لك عليها اللي تتبدأ بآآ بعشر تلاف دولار. آآ هنفترض معكش الا مئة دولار. لا يعني هدفك ان انت تحقق منه الف دولار. تسحب الف دولار. سحبت الف دولار. وانت مش آآ مش نجحت في الحساب العشرة تلاف. طب ما تشتري خمس حسابات او عشر حسابات. كل حساب عشرة تلاف. بس الافضل تشتري خمس حسابات. تمام? تشتريهم بخمسمائة دولار. ويبقى معاك خمسمائة دولار سيولة. لازم يبقى معاك سند. فيه سند معاك. آآآ بتشتريش الحسابات بفلوسك كلها. ولا يبقى معاك شيئا. لازم بقى في ظهرك حاجة. طول ما في ظهرك حاجة. وطول ما انت معاك فلوس. طب انا هاحكي لك حاجة مجنونة شوية معايا كنت بعملها. كنت بقى عايز بس اعدي تقييم ولا مش عارف ايه. وعايز اشتغل شغل حلو قوي. فعمل ايه? افرش المكتب فلوس. والله العظيم. والله العظيم. اضع الفلوس كده فوق المكتب عندي. الفلوس ان انا ايه? جاتلي من شركات التمويل. اقعد ايه? فرشها كده فوق المكتب. بحيس ان انا شغال. آآ والفلوس في كل حتة. في كل حتة. عمل كده بص هنا فلوس هنا فلوس. عارف اللي هو ايه? ايه ده? طب ليه? لانا بشجع نفسي. بقى الفلوس دي جاتلي من شركات التمويل. فطبعا الفكرة ديت مش مع اي حد. لان في حد بكر ايه? لما يشوف الفلوس كده يقول لك لا بقى انا عايز. انا مرة اللي فاتت آآ الماضية ربحت آآ الفين دولار. لأ. انا عاوز عشرين الف دولار. انا عاوز اربعين الف دولار. لأ. لا تطمع. تمام? اشتغل وفقا لقدراتك انت. يعني لا تنظل الاخرين. ربنا يسهل لهم. فاهم? دي حتة مهمة جد. ايه? انا قلت لك ايه? انا كنت ممكن ايه? ايه? اه يبقى جايل ربح من شركة التمويل. خمس تلاف دولار اربعة تلاف دولار. فانزر كده للداشبورد. فألاقي في ناس اربعين الف وخمسين الف وبتاعت. فاهم اتفكر طب ليه? ليه انا مش زيهم? ليه? فاهم? كلمة ليه ده؟ يعني تدخلك فيه اه حاجات مش حلوة تمام اه ممكن تحسن المنظومة الخاصة بيك اه لكن مش هتغش مش هتروح مثلا انت شوف المتداول ده بيتداول ازاي طب افرض هو بيتداول على حاجات ازواج عملات انت نسب نجاحك فيها قليل تمام او اه اه زوج العملة اللي هو بيتداول عليه لا الله يصلح لك كسايكولوجية متجرة واحد ملول جدا اه زي حالاتي كده يعني معندوش صبر فيدخل فيه الاسترالي النوزلندي فالاسترالي النوزلندي ايه بيتحرك مسلا كل اسبوع كل شهر ممكن يتحرك كل ستة اشهر طب وبعدين انا هقعد كده فاهم فلا انت خسرني احسن فاهم اه واحد تاني اه بيحبش المخاطر فدكل سوق الفوركس فقالو له بص احسن زوج في الفوركس الباونديين فالراجل دكل فعلى طول اشترق اوباع الباونديين فلا اتحرك تحركات عريقة الراجل مش معتاد على الكلام ده في ايه ايه اللي بيحصل خسر نص حسابهم الباونديين مش معتاد على المخاطر فانت في حاجات كتير قوي انت لم تتعلمها هتعلمها لك الشاشة هتعلمها لك الشاشة ومهما كنت محترف وعرف علوم كثيرة ادارة الصفقات وسيكولوجية المتاجرة وحاجات كتيرة جدا مواقف نفسها في المتاجرة هتعلمك اكتر واكتر شوف انا قلت لك فكرة اللي هي الحسابات في سوق الفوركس والحسابات في شركات التمويل الحاجة واحدة انت هنا بتشتغل فوركس وهنا بتشتغل فوركس بس هنا بتكسب اكتر طب ليه ما نفس الكلام ده هل انا قادر على تنفيذ مثل هذه الامور اقعد بقى ورقة او قلم وادرس هذا المشروع فان شاء الله خير وارجو ان انا اكون افتح حضراتكم بهذه المحطة موسيقى موسيقى